عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق مدارس، إلغاء رحلات جوية، انقطاع الكهرباء، حوادث سير وظروف جوية صعبة وقاسية جدا تحياتنا لكم متابعيننا ومشاهديننا من قناة شو الأخبار معكم حسين هاشم وحل أجديد ومباشرة من برنامج شو فيما فيه نستعرض من خلاله آخر مستجدات وتطورات العاصفة الشتوية القوية جدا تضرب الولايات المتحدة الأمريكية والتي تأثر على الولايات من الساحل الغربي للساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية تقريباً الولايات المتحدة الأمريكية حالياً مقصومة إثمان الولايات التي تقع في الشمال والولايات التي تقع في جنوب الولايات البشمال درجات الحرارة فيهم تصل لتحت السفر والولايات البجنوب درجات الحرارة فيهم مرتفعة ففي عنا منخفة جوية فوق ومرتفعة جوية إذا تكون نسموها تحت إلى حد ما لدرجة انه فيه فرق بالحرارة بين جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال الولايات المتحدة الأمريكية 100 درجة 100 دقري فرق بين فوق وتحت يعني نعطيكم المثل يعني بأغلب بمونتانا بويومينج بساوز داكوتا نورز داكوتا لدرجات الحرارة وصلت اليوم الأربعة لتحت السفر يعني تقريبا وصلت التسعة تحت السفر بكاتبانك بمونتانا وبأغلب الولايات اللي هي تحت بالجنوب مثل تاكساس مثل ساوز كارولينا نورز كارولينا تقريبا درجات الحرارة بعد الدهر كانت فوق الـ 80 درجة حتى بتاكساس بمك آلن بتاكساس كان درجة الحرارة اليوم بعد الدهر 95 يعني شفتوا فيه 100 درجة فرق بين الجنوب والشمال هلقدي كان الفرق كبير أكيد قبل ما نفتف بالتفاصيل نتمنى منكم تعملوا شير لهذه الحلقة لأهمية المعلومات المطروحة وأيضا تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، إنستجرام، تويتر، تيك توك ويوتيوب اليوم حلقتنا هو نهار الأربعاء 22 فبراير 2023 طلبتم مننا أن نذكر التاريخ فهيدا هو تاريخ الحلقة لليوم للأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا التاريخ طيب نبدأ بـ إذا برنطلع على هيدا الخريطة هيدا هي العاصفة الـ Winter Storm اللي هي عم بتأثر على الولايات المتحدة الأمريكية من كاليفورنيا لتوصلوا لمين يعني من كاليفورنيا على الساحل الغربي لتوصلوا لمين على الساحل الشرقي دولة المتحدة الأمريكية تمام؟ حاليا في 60 مليون أمريكي تحت تحذيرات من Winter Weather Impact بيسموه Winter Weather Alerts إذا فينا نجي على الخريطة، كما شايفين أنتوا قدامكم 60 مليون أمريكي من الساحل الغربي للساحل الشرقي عندهم Winter Weather Alerts نهار الأربعة كان في عنا Blizzard Warning تحذير من البلزر اللي هو سرعة الرياح أكثر من 35 ميل بالساعة مع تساقط السلوج تستمر لأكثر من ثلاث ساعات وبتنخفض الرؤية فيها مثل ما شايفين قدامكم أكيد البلزر ورنج هو بالأورنج باللون البرتقالي مشمول الأبر ميد وست بما فيه كولرادو ويومينج نورس داكوتا ساوز داكوتا مينيسوتا آيوا وويسكنسن في عنا Winter Storm Warning و Winter Storm أو Winter Weather Advisory من الواست للأبر ميدوست للجريت لايكس للنورس إيست عنا Ice Storm Warning للجليد من شرق آيوا لجنوب وليّة ميشيغان ويمتد أيضا ليشمل إلانوي وأيضا ليشمل بعض الأجزاء بالنيو إنجلند فبدلنا ننتبع على هذا الموضوع خاصة للأيس عنا هون بوليّة ميشيغان هلأ رأحكي شوي عنه أكثر لهذا الموضوع ولكن الموضوع ليس بجيد بشكل عام تختلف أكيد تأثير العاصفة من منطقة لمنطقة بمعض المناطق رح تكون التأثير منه يعني يسكر شيء يسكر فبمعض المناطق لا يعني فيه تأثير كبير جدا يعني إذا نحن عم نحكي عن مينيابوليس تأثير كبير جدا رح يكون صراحة تساقط للسلوج أكثر من 2 فيت بمينيابوليس فحسب أنتو وين عايشين بأي منطقة رح تعتمد أنتو شو رح تشوفوا أكيد رح نحط خريطة بعد شوي كتير حلوي الخريطة مهم جدا تعطينا فكرة أنه وين رح يكون فيه هوا قوي وين رح يكون فيه تكون الجليد وين رح يكون فيه تساقط للسلوج بشكل كبير جدا فيعتمد على المنطقة اللي انتو عايشين فيها كيف رح تحسوا بهيدي العاصفة إذا نحن خلينا نستعرض هذه الخريطة كتير مهمة هذه الخريطة جبناها من الوزر تشانل عم تستعرض وين بأمريكا رح يكون فيه ساعة يعني إذا نحن نطلع نحن على سبيل المثال للحصر بكاليفورنيا في مناطق رح يكون فيها هافي سنو مترح ما شايفين هافي سنو يعني تساقط للسلوج بشكل كبير جدا مترح ما شايفين فيه شي اسمه بلزر يعني هيدا الهوا الاول اللي اللي نحكي عم نحكي عنه مع الانعدام الرؤية أو الخفاض بمستوى الرؤية هاي ويند يعني سرعة رياح قوية جدا اي سي اذا سيفين هيدا الاي سي مثل على شيكاغو على ميشيغان على ايوا يعني هيدا فيه تكون للجليد فهيدا الخريطة مهمة جدا اليوم نهار الاربعة بالليل اخواننا هو نحنا عم نوصل لزروة العاصفة يعني اربعة بالليل للخميس الصبح هيدا زروة العاصفة أكتر شيء من هلا بالليل لبكرة الصبح الخميس هيدا الانتنسيتي اكتر شيء رح تكون قوة العاصفة رح تكون اكتر شيء بهيدي الاوقات بالمناطق اللي نحنا ذكرناها خليني ارجع بس لهيدا الخريطة لانه مهم جدا نعم اتماد عليها فاليوم الاربعة بالليل رح تستمر هيدا الظروف الجوية رح تتحرك اكتر واكتر شرقا رح يكون هناك تساقط للسلوج بالمناطق اللي مبيني قدامكم رح يكون في تكون للجليد والفريزنجرين العاصفة مستمري لنهار الخميس بالليل بس قوة اكتر شيء هي الصبح نهار الخميس نهار الخميس بالليل بتصير بتخفلة نوصل لنهار الجمعة المفروض يعني ساعات الاولى الجمعة انه هيدا العاصفة تنتهي في اغلب الولايات في الولايات المتحدة الامريكية يعني نحنا عم بحزروا من قصة فيه تكون للجليد بهيدا الباند اللي هو ممتد من ديموان بايوا اخواننا لا يوصل لنيو انجلند خمس ملايين امريكي حاليا تحت تحذير من آيس ستورم عاصفة جليد من شمال شرق ايوا لجنوب ويسكنسن لشمال غرب الانوي لجنوب ولاية ميشيغن وديربون مشمولي بهيدا الموضوع اخواننا فكتير مهم تنتبهوا على هيدا الموضوع انكن ابستايت نيويورك كمان مؤثر بهيدا الموضوع شمال بنسلفانيا مؤثر بهيدا الموضوع غرب النيو انجلند كمان مؤثر بهيدا الموضوع اخواننا نتيجة هيدا الجريد اللي عم بيتكون على الاشجار بشكل عام وعم بيخلي يوقعوا شرطان الكهرباء عم بيكون في عنا شي اسمه power outage انقطاع بالطيار الكهربائي بلش عم يكتر اكتر واكتر وصراحة اكتر ولاية متأسرة بالpower outage او انقطاع الكهرباء هي ولاية ميشيغن خلنا نطلع على الخريطة فهيدا عم بيستعرض نهار الاربع ونهار الخميس هيدا الخريطة من فاكس وزر انه وين ممكن يكون في انقطاع للطيار الكهربائي مثل ما شايفين الاريا موجودة قدامكم حاليا بناء على هيت الخريطة الموجودة قدامنا هلا حاليا اخواننا ميشيغن 246 بيت بلا كهرباء 246 الف بيت بلا كهرباء بميشيغن هلا حاليا والرقم بعضهم هلا مطلعين بيان صحفي عم بيقولوا الرقم مرشح انه يرتفع لانه الظروف الجوية سيئة في ولاية ميشيغن نتيجة الجليد اللي نحنا مؤثرين فيه الانوي لحد هلا 91 الف بيت بلا كهرباء كاليفونيا مبارح بكاليفونيا كان عندكم 140 الف بيت وبزنس مؤسسي بلا كهرباء حاليا خاصة بسان ماتيو سان كلارا سان كروز حاليا الارقام اللي مبيني قدامنا للساعة 28 ديئة بتوقيت شرق الويت منتح الامريكي بكاليفونيا بعت فيه 61638 بيت وبزنس مشاركي بلا كهرباء وسكنسون فيه 18000 تقريبا وانديانا فيه 11800 بيت بلا كهرباء بما يتعلق بولاية ميشيغن نحن اجيو على قلة شوي نحنا عنا شركتين بولاية ميشيغن بيعطوا كهرباء عنا كنسومر انرجي عم بتقول للساعة 7 و 15 ديئة تقريبا فيه عندهم 68000 عميل بلا كهرباء دي تي اي عم بتقول 81000 عميل هذي الارقام عم تطلع كل شوي اخوانا هلأ بعتوا مسج قبل ما اطلع انا على الهواء على الـ 840 بولاية ميشيغن بديربون بالتحديد عم بيقولوا انه نظرا للعاصفة الجليدية هنك بعض شرطان الكهرباء وقعوا على الارض بمدينة ديربون فعم بيقولوا للعالم ما تقربوا على هايدي الشرطان الكهرباء فمني انا بقلكم كمان حيالله ولاية انتم موجودين فيها بتلاقوا شريط كهرباء وقع على الارض ما تقربوا صوبوا صراحة خلوصا لانه هلأ فيه عم بتشتي في بعض المناطق فيه جديد فمش بس الهوانيك مترح ما وقع شريط بيكون فيه كهرباء منطقة كله صراحة فاذا شفتوا شريط كهرباء وقع على الارض دغري دقوا للـ 9-1-1 يعني ما تنطروا ما تقربوا صوبوا هدي اول شيء وتاني شيء دقوا للـ 9-1-1 مهم كتير هيدا الموضوع ما بدنا يصير فيه خطر على حياتكم صراحة اللي عايشين بيدير بهم فيه شرطان كهرباء وقع على الارض كما شفنا البوليس عم بيقول وفيه اكيد مناطق تانية فانتبهونا على هذا الموضوع يا اخوان اكيد فيه صور رح تمروا قدامكم على الشاشة من عدة مناطق بالولايات المتحدة الامريكية للعاصفة السلجية اللي عم بتأثر على الطرقات وعلى الطرقات السريعة وهلأ منحكي اكتر عن الطرقات السريعة بالولايات المتحدة الامريكية ايضا كنا عم نشوف نحنا تأجيل او إلغاء رحلات سفر delay أو cancellation اكيد كمير رح نستعرض خريطة وخليني فارجيكم بالخريطة الفرق يعني هيدا اول شي هيدا الصورة الادامنا ع الساعة 42 ديئة بتوقيت شرطان الولايات المتحدة الامريكية كان فيه 2770 رحلة جوية تم تأجيلة و 1436 رحلة جوية تم إلغاء طيب ع الساعة اي ساعة ع الساعة 6 بتوقيت شرطان الولايات المتحدة الامريكية كان فيه 4778 رحلة تم تأجيلة يعني خلال ثلاث ساعات اخوانا زيادة كان فيه double هذا الرقم double 4728 رحلة تم تأجيلة و 1556 رحلة تم إلغاءة اكيد اكتر مطارات كان عم بتم تأجيل بدنفر بشيكاغو و بسالت لايك واكتر مطارات كان عم بتم إلغاء الرحلة فيها منيابولس دنفر و ديترويت ديترويت من القليلة حتى شوفوا أنا عم بيكون هو من الورست يعني هو من الأسوأ يعني من ناحية الإلغاء فأكيد اذا انتم عنكم رحلة تأكدوا قبل ما تطلعوا على المطار إذا الرحلة تبعكم تم تأجيلة أو إلغاءة قبل ما تطلعوا على المطار أكيد هذه المعلومات بالنسبة للرحلة الجوية هي من فلايت اوار ومثل ما شايفين هذه الصورة اليوم خدوها لهذه الصورة ونزدي فبريوري 22 كان تقريبا كل شيء تقريبا كل شيء على هذه اللوحة الموجودة قداما أكيد غير إلغاء الرحلات الجوية كان هناك للأسف حوادث سارع عم بتصير بعدد من الولايات كان هناك حتى كمان في واحدة من المقاطعات بساوز داكوتا طلعت أمر للسكان بعدم السوئة انه تقريبا يعني هل قدي وصلب معهم صراحة خليني استعرف بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية اللي كان عم بيصير فيها حوادث سارع بشكل سريع نحنا وياكم بيوتا يوتا ستيت بوليس كان عم بيقول انه صار اليوم لحد ما نحنا وصلتنا هذه الأرقام ميتين وثلاثين حادث بيوتا بمينيسوتا اخوانا ستيت بيترول عم بيقول صار مية وحدثين و هندرد أو تو كراش بين الساعة سبعة ونص الصبح للساعة هد عشر ونص يعني هدي بس الصبح بعد الظهر الله بيعرف كان فيه عشرا جرحوا واحد منهم يعني مجروح بشكل كبير جدا فيه أربعة وثلاثين سيارة وققوا على جنب الطريق وفيه سماي تريلر كمان وقق على جنب الطريق بسيو فالز أريا ممنوع بمينيها ها كاوني والله اسمها هيك أنا ما خصناها بساوز داكوتا كمان أفويد تراول الاريزونا ديبارتمنت كان عندي صورة للإعلان تبع الاريزونا ديبارتمنت بس نسينا نحط الصورة الاريزونا ديبارتمنت ووزارة النقل باريزونا كانت عم بتسكر عدد من الطرقات السريعة بالولية مثل انترستيت فوري كمان بي وسكنسن كمان عندن انترستيت نايني فور وست باوند من يو اس هايوي تان لا يو اس هايوي ففتي تري كان مسكر اليوم لانه كان في حادث سير كبير جدا ايضا عنكن انترستيت نايني فور من مينيابوليس لملواكي لديترويت كان ظروف اسواء عليه اليوم سيئة جدا جدا فهيدي بشكل عام شو كان عم بيصير اليوم بالويت متحدة الامريكية اكيد بشكل عام ايضا هناك بعض الامور بكتنتبهو لها من هلق لشوي بمينيابوليس عم بيحكوا انه صار نازل يعني المفروض ينزل خمسة عشر لخمسة وعشرين انش من التلج من هلق لنهار الخميس كمية تلج كتير كبيرة بساوس داكوتا عم بيقولوا بالاضافة تلج المفروض نشوف تلج يوصل للستة عشر انش والويند يعني الرياح تصل للخمسة واربعين مايل بالساعة بشييني ويومينغ تلج رح يوصل لون فوت وايضا درجات الحرارة رح تصل للتح خمسة وثلاثين تحت السفر في عنا جليد خطير جدا بملواكي بويسكنسن يعني ملواكي بويسكنسن ديترويت اناربر باكتنتبهولو خاصة الاربعة بالليل الخميس الصبح وعنكن سيفير تندرستورم رح يكون معن باكلاهوما اركنسا ميزوري الانوي اكيدي باريزونا اليوم كنا عم نشوف ببعض المناطق باريزونا ظروف جوية سيئة جدا اذا بلنطلع على سرعة الرياح لبكرة نهار الخميس متل ما نبين قدامكم في بعض المناطق رح يكون فيها سرعة الرياح وفي بعض المناطق رح يكون فيها اعلى من هيك وايضا التلج من هلأ لنهار الجمعة لكما نبين قدامكم على الخريطة يستمر تساقط السلوج بأكيد نسب متفاوتي ما بين المناطق والمدن والولايات في الولايات المتحدة الامريكية كما ذكرنا للكم أكيد من المفروض انه هايدي العاصفة الجوية تبلش تخف نهار الخميس وانهار الجمعة مفروض بعض الظهر تكون خلصة هايدي العاصفة بالولايات المتحدة الامريكية كما ذكرنا للكم يمكن انتو تكونوا عايشين بالولايات الجنوبية اللي هي عند درجات حرارة عالية فما نكون عم تتأثروا بهذا العاصفة بس الولايات اللي هي تقريبا 29-30 ولية فوق هاودي عم يتأثروا بالعاصفة بشكل كبير جدا متل ما شفنا قدامكم اليوم وما بنسب متفوتي بناء على هاد الخريطة اللي مبيني قدامكم على الشاشة اكيد نتمنى عليكم تنتبهوا اذا فيه جليد دايما البلاك ايس ما بيبين على الطريق بتفكروه انه شتا فما تستهونوا فيه صراحة اذا فيه تحذيرات من البلاك ايس او ايس ستورم عندكم بالمدينة او الولايات الموجودة فيها ما تستهتروا فيه لهذا الموضوع لانه اقل فريم تدعسوه على البلاك ايس السيارة تبعكم لسمح الله بتبرم او بتعملوا حادث ما تاخدوه القصة بشكل باستهتار يعني اعملوا معروف درهم ورقايا خير من الف علاج اذا فيه تلج سوقوا على مهلتكن اذا فيه يعني خلوا مسافي بينكم وبين السيارة اللي قدامكم صراحة مش تلزقوا فيها للسيارة اللي قدامكم اتفقنا تاني شي اذا فيه شريط كهربا واقع على الارض كمان متقربوا على شريط الكهربا عملوا معروف اذا الكهربا مقطوعة عنكم بالبيت دقوا حكومة اذا عندكم بطاريات استعملوا البطاريات اذا فيه عندكم اكل ببرات حاولوا ما تفتحوا البرات كتير دروا شربوا ماي قد ما فيكن وهيدي هي يعني ما فيه شي بيخوف صراحة بس انتبهوا للارشادات الطالع يعني مثل قبل شوية احنا عم نقلكن هون بيديربوا ومبعتوا رسالة انتبهوا للرسائل اللي عم توصلكم من المدينة من البوليس اللي عنكن من الولاية وانتبهوا على الارشادات لا اكتر الاقل هايدي هي كانت اخبارنا وحلتنا الخاصة فيما يتعلق بالعاصفة اللي عم تدرب الولايات المتحدة الامريكية ان شاء الله على سلامة لكم والعيالكم يا اذا الله راد وهيدي امور طبيعية العواصف امر طبيعي سبحان الله وهذا خير منه شر المطر احلى من الجفاف يلا شكرا لكم على حسن المتابعة ما تنسوا تعملوا شير لهذه الحلقة على اوسع اوسع نطاق نعمل لايك وفولو نتابع قناة شو الاخبار على فيسبوك انستجرام تويتر واتيك توك شكرا لحسن المتابعة الى ان ارقاكم بحلقات مكبري من هذا البرنامج ورامج اخرى كما يكون حسن هشان من قناة الاخبار الى اللقاء برعاية الله